موسيقى التحول الرقمي بالنيابة الإدارية تولي الدولة المصرية اهتماما بالغا بملف التحول الرقمي في إطار رؤية مصر عشرين ثلاثين وتدور استراتيجية التحول الرقمي حول المواطن والتي تضمن تقديم الخدمات له ومنها الخدمات القضائية وذلك بتطويع التكنولوجيا لتطوير دورات العمل القضائية وإحداث نقلة نوعية في العمل القضائية لدى النيابة الإدارية الإرادة الحقيقية لتحقيق السبق في التحول الرقمي بشكل كامل وإحداث طفرة في دورات العمل بها لتقديم خدمتها القضائية للمواطنين بطريقة ابتكارية وإبداعية وصولا إلى تحقيق مفهوم العدالة الرقمية مثال مختصر لتوضيح دورة العمل المميكنة داخل النيابة عند ورود شكوى للنيابة بأي طريقة يقوم السكرتير المختص بتسجيل البيانات الأساسية منها بالبرنامج مثل اسم الشاكي والمشكو في حقه وغيرها وكذلك مسح الشكوى ضوئيا لإدخال صورة منها ومرفقاتها على البرنامج وبعد الانتهاء يتم الضغط على زر إرسال وتحصل هذه العملية على رقم وارد بشكل آلي يصل لمدير النيابة إشعار على حسابه بالبرنامج وعند فتحه يمكنه الاطلاع على كافة البيانات التي أدخلها سكرتير النيابة منها الشكوى ومرفقاتها وفي حال صلاحيتها للقيد يقوم مدير النيابة بالضغط على إرسال لقيدها قضية جديدة مع تحديد عضو النيابة التي تتحول إليه وتظهر شاشة تبين إحصائية أعضاء النيابة للتسهيل على مدير النيابة اختيار عضو النيابة وتحصل الشكوى على رقم قضية بشكل آلي يصل لعضو النيابة إشعار على حسابه بالبرنامج وعند فتحه يمكنه الاطلاع على ملف القضية الجديدة المحالة إليها وعليها يتيح البرنامج له اتخاذ ذات إجراءات التحقيق المتبعة تبقى للتعليمات وتجرى التحقيقات بالقضايا بشكل كامل إلكترونيا وعند الانتهاء يتيح البرنامج للعضو تحرير مذكرة التصرف بسهولة ويسر والعرض على مدير النيابة وأيضا إرسال القضية عقب الانتهاء من خلال البرنامج إلى المكتب الفني المميكان المختص أو فرع الدعوة المميكان المختص حسب الأحوال عن برنامج إدارة القضايا يتيح البرنامج الرقابة المباشرة واللحظية والمستمرة على النيابات على مستوى الجمهورية من خلال الإطلاع على سير التحقيقات والإحصائيات دون الرجوع للنيابات يوفر البرنامج لإدارة التفتيش قاعدة بيانات محدثة ويمنحها إمكانيات كبيرة لمباشرة عملها بشكل أكثر احترافية ودون تكبد أي أعباء تحول دون مباشرة اختصاصاتها كالانتقال إلى مقرات النيابات كما يحقق الرقابة الفعالة المباشرة بتمكين المتابعة لجميع أعمال النيابات بشكل لحظي ومستمر مع توفير كافة البيانات والإحصائيات المطلوبة بشكل أكثر دقة محدث في أي وقت مع توفير قدر عالي من السرية كما يتيح البرنامج الربط بين كافة الإدارات داخل النيابة الإدارية حيث سيتم ربط البرنامج برئاسة النيابة وبالمكاتب الفنية وفروع الدعوة وإدارة النيابات وذلك لخلق نظام متكامل لكل الوحدات داخل النيابة بحيث تكون جميع أعمالها مكملة لبعضها البعض مع مراعاة تنفيذ القواعد التي تضبط المنظومة وتنظم العلاقة بين وحداتها ونحن بصدد الإعلان عن افتتاح ميكنة مجمع نيابات القاهرة الجديدة وتتشين البوابة الإلكترونية لخدمات النيابة الإدارية مع تحيات إدارة التحول الرقمي ترجمة نانسي قنقر